بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة نيكوس خريستو دوليدس رئيس جمهورية قبرص مختلف جوانب التعاون بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي الرئيس القبرصي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وفخامة نيكوس خريستو دوليدس التعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددين على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع